السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصدقاء ديالي هاني رجعت معكم تاني في هذا الفيديو ان شاء الله هنا غادي ندير الشرح بالعربية باش يحاول يستفد جميع ان شاء الله ده نبدو على بركات الله هنا عدنا واحد ديالي في 14 دياشينات المتخيس نادا صالح الفيرمي اميرا و ايدي شنو قلت هنا المتخيس نادا هي اللي بدت في الحوار وليو نمانتري لزانيمان ده وطر فرم مسيو صالح ادن شرحنا المتخيس نادا قتسول مول المزرعة قتلي اللي سميتو صالح قتلي وش يمكن لك انك تورينا الحيوانات اللي كينا عندك في المزرعة مسيو صالح حت دك شرح سميتو صالح شنو قلت لها لصالح الفيرمي جو بيان ويان دابر لبولاي puis لتابل شنو قلت لها بالعربية الفيرمي قلت لها هي بطبيعة الحال غادي نوريكم الحيوانات اللي عندي ولكن اولا ويان دابر شوفوا اولا البولاي البولاي هو الخوم تما فين كيعيش الدجاج من بعد لطابل لطابل هو المكان فين كيعيشو الأبقار اي لكوري لكوري هو المكان فين كيعيشو الأحصنة فالاخر ديل هاد الفيديو غادي نعطيكم الصورة ديل كل حاجة أميرا شنو قلت أميرا سي كوا أمبولاي مسيو قلت لأميرا شنو هوا أمبولاي شنو هوا الخوم مسيو باش جوبها لفيرمي سي لا وفي لأ ولي قلت لأميرا هلا هلا فين كيعيشو الدواجين هلا غادي نتعرفو على الدواجين إذا شنو هوا الدواجين اللي قلت لها مسيو صالح لفولاي اللي قلنا هوا الدواجين لبول الدجاج الدجاجات لكوك اللي هوا الدجاجات جمعو ديك لبوسا اللي هوا الكتاكيت لدند اللي هو الدك الرومي كان قلو اللي احنا بالدارجة بيبي لزوان لزوان هو الإيواز لبنتاند شنو ما لبنتاند هو واحد الدك ديالغينية راح أتلقوا الصورة ديالو فالاخر ديال الفيديو واحدة بحل الدك ديالغينية تيقولو لديكون غيني وشنو قال إيدير للمسيو صالح كيس كين إطاب المسيو كيس كين إطاب المسيو قال لي شنو هو الإطاب المسيو يعني شنا هو الاسطابل مسيو صالح شنو قال لي صالح لفغمي لي واش لي بوف لي وو فيو او دون زيني طابل قال لي الابقار لي وشو ما الابقار لي بوف هما التيران يعني الازواج دي الابقار لي وو هما العجول ذي او دون زيني طابل كي ايشو مجموعين في الاسطابل ليشو وو ها لكوري الاحصينا كي ايشو في المكان دي الهم لسميتو لكوري قال لي ها مسيو صالح لأميرا اي كيلي تونانيما البرفيري أميرا؟ اي كيلي تونانيما البرفيري أميرا؟ شنا هو الحيوال مفضل ديالك أميرا؟ مشنو جوباتو اميرا للابا مسيو جوني اا الاميزون قال لي اميرا الارنب هو الحيوان ديالي المفضل مسيو عندي واحد منو في المنزيل يعني ان اميرا تتملك واحد الارنب كان عندها في المنزيل البانتاد هاده هو الديك الغيني بولايي الخم ديال الدجاج اي طابل هنا في الاستابل تكون الابقار اي كيلي المكان ديال الاحصينة ما تنسونش الاصديقات ديالي بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر جارس باش يوصلكم اي جديد واي فيديو كنحطوه في القناة ديالنا ان شاء الله اشتركوا في القناة